الحيث أشترك محموح‌نا جنب شذبك كم نضرب حد جبري حد جبري حد جبري حد جبريLife فنقول بكم نضرب الدرجةrossة لبما نضرب المعامل بالمعامل والمتغير معر المعامل Electric وه公² موجود بهن رائعه من الإمكان الآن نتعلم كيف نضرب جبري في مقدار جبري عندما كان عندي يمس سين درب عين زائد لام كنا نحكي لكم إذا كان عندي أقواس وهذا القوس في داخله جمع أو طرح وخارج القوس لدي عملية درب كنا نحكي لكم هاي يمس السين اللي برا القوس إذا كانت عندي ضرب وداخل الأقواس جمع أو طرح كنا نحكي لكم هاي السين أنا بقدر أوزعها مرة مع عين ومرة مع لام كنا نحكي لكم هاي الخاصية اسمها خاصية توزيع الضرب على الجمع كيف يعني؟ كنا نحكي لك هاي معناها سين مرة بدي أضربها مع عين مرة بدي أضربها مع لام فبتصير عندي سين درب عين سين درب عين وبنسكل القوس زائد سين درب لام اليوم هاي الخاصية راح استخدمها في ضرب حد جبري في حد في مقدار جبري آخر نشوف كيف لو كان معطيني جد ناتج كل مما يلي معطيني واحد لأربعة سين ناقص خمسة أول إشي إذا بتلاحظ أنا عندي الأربعة هاي عبارة عن حد وعندي هون سين ناقص خمسة عبارة عن مقدار بتكون من حدين دائما أنا حكيت لك العملية المفقودة اللي أنا بقدر أستغني عنها بتكون عملية ضرب يعني هون زي كأنها أربعة ضرب سين ناقص خمسة شو بعمل؟ أول إشي يمس باجي بوزع الأربعة مع السين ومرة مع الناقص خمسة شوف كيف بتصير بتصير عندي أربعة ضرب سين منسكر القوس موجب درب موجب لي أربعة ضرب سين بعدها هي يمس بتصير عندي زائد أربعة ضرب سالب خمسة تذكر إنها الخمسة تأخذ إشارة الإشارة اللي أمامها يعني هاي الخمسة ما بحكي لها خمسة هي سالب خمسة تمام؟ معناته أربعة ضرب سين خلصنا من الحد الأول في درب أربعة بنحط زائد بعدها بنأخذ الحد الثاني درب أربعة تمام؟ فبتصير عندي أربعة ضرب سين إذا بتلاحظ نتج عندي القوس الأول عبارة عن حد ضرب حد أربعة ضرب سين اللي هي أربعة سين زائد أربعة ضرب سالب خمسة اللي هي سالب عشرين بقدر أكتبها على صورة أربعة سين ناقص عشرين هون طبعا أنا ما بقدر أجمحهم ولا أطرحهم لأنها حدود جبرية غير متشابهة خلينا نشوف رقم اثنين لو كان معطيني سالب اثنين سين وداخل القوس صاد ناقص أربعة سين تكعيب إذا بتلاحظ أنا عندي ناقص اثنين سين هي عبارة عن حد هاي حد وهون أنا عندي مقدار باجي بضرب الحد الأول في الحد الخارجي فبتصير عندي سالب اثنين سين درب صاد خلصنا منها بنسكر سالب اثنين سين درب صاد بنحط زائد سالب اثنين سين درب ناقص أربعة سين تكعيب اتذكر مداخل الأقواس ضرب وبر الأقواس بنحط جمع تمام حس اذا بتلاحظ صار عندي حد درب حد سالب اثنين درب واحد اللي سالب اثنين سين فصاد زائد سالب اثنين درب سالب اربعة اللي هي ثمانية سين في سين تكعيب هون يا ميز سالب اثنين سين فصاد ابسط صورة هون ما بقدر اجمعهم مع بعض لانهم اساسات مختلفة زائد اذا بتلاحظ هون انا عندي عملية ضرب والاساسات متساوية بنجمع الاسس بتصير عندي ثمانية سين قوة اربعة اذا بتلاحظ انا عندي هذولة الحدين الجبرية المختلفين ما بقدر اجمعهم فهيك بتكون في ابسط صورة خلينا نشوف رقم ثلاث اللي هي ثلاثة ها زائد اثنين بلام ناقص اربعة كاف بلام ضرب تسعة كاف تربية اذا بتلاحظ انا هون عندي مقدار ضرب حد هون مقدار هون عندي انا حد طبعا انت بتعرف انها عملية الدرب عملية تبديلية سواء بلشلي بالحد بعدها المقدار او بالمقدار بعدين الحد هي عملية تبديلية باج يمس هذا الحد مشترك الهم الثلاثة اذا بتلاحظ هذا المقدار بتكون من ثلاثة حدود تمام؟ معناته هاي التسعة كاف تربيع رح واتزحها عليهم الثلاثة مرة فبتصير عندي يمس ثلاثة ها ضرب تسعة كاف تربيع خلصنا منها ثلاثة ها ضرب تسعة كاف تربيع بنحط زائد اتذكر داخل اقواص ضرب ولبناتهم جمع اثنين لام ضرب تسعة كاف تربيع خلصنا من الاثنين لام مع تسعة كاف تربيع زائد سالب اربعة كاف في لام ضرب تسعة كاف تربيع ها سيمس كل قوس هاد عبارة عن حد ضرب حد تساوي ثلاثة درب تسعة اللي 27 ها في كاف تربيع زائد اثنين درب تسعة اللي 18 بدي اضرب الاثنين بالتسعة لام في كاف تربيع زائد سالب اربعة بالتسعة اللي هي سالب 36 كاف في لام في كاف تربيع اذا تلاحظ هون ان عندي المتغيرات ما بتشبه بعض معناته تمام ما بقدر اجمع الها مع الكاف لانه الاساسات مختلفة هون نفس الاشي ما بقدر اجمعهم لانهم اساسات مختلفة زائد سالب 36 هون يامس اذا تلاحظ عندي كاف قوة واحد وهم كاف عندي قوة اثنين بتصير كاف قوة ثلاث في لام حس يامس اذا بتلاحظ عندي هذول الاقسام الرمزية مختلفة فانا ما بقدر اكتبهم بصورة ابسط من هيك تمام فبتصير عندي 27 ها كاف تربيع زائد 18 لام في كاف تربيع ناقص 36 كاف تكعيف في لام تمام اتذكر انها عملية الضرب عملية تبديلية يعني يامس انا سواء كتبتلك الحد بالاول بعدها المقدار او العكس يامس عملية الضرب عملية تبديلية تمام هاي الخاصية اللي انا بستخدمها في ضرب حد جبري في مقدار جبري اسمها خاصية توزيع الضرب على الجمع سواء كان عندي مقادير جبرية او كان عندي ثوابت او حدود جبرية انها يامس اسمها الخاصية خاصية التوزيع تمام خلينا نشوف لو كان عندي سبعة سالب اربعة سين تكعيف في صاد في كاف تربيع اذا بتلاحظ يامس هون انا عندي سبعة هي عبارة عن حد جبري صح؟ وبتلاحظ عندي سالب اربعة سين تكعيف صاد في كاف تربيع حي ايضا اسمها حد جبري ما اسمها مقدار جبري ليه؟ لان انا يامس اذا بتلاحظ ما عندي عملية جمع او طرح حد يامس كلياتهم مع بعض اسمهم حد صح؟ فهن انا بنفس المسل اضرب التوزيع هون يامس سيضرب السبعة في سالب اربعة هون يامس يوم تكعيف الصاد في حد حد جبري ضرب حد جبري لماذا اسمه حد جبري؟ لان يامس لدي كلياتهم بناتهم ضرب انا دائما اخذتلك ايضا يفصل بين الحدود الجبريع عمليات الجمع او الطرح هون يامس كلياتهم ضرب اثن هل يامس انا لا استخدم خاصية التوزيع سأستخدم الضرب حد في حد الثابت في الثابت ستصبح عندي أربعة سبعة عفوا ضرب سالب أربعة سين تكعيب فصاد في كاف تربيع تساوي سبعة ضرب سالب أربعة سالب ثمانية وعشرين سين تكعيب فصاد في كاف تربيع هون مسألة ما عندي أساسات متشابهة عشان أجمع الأسس معناته الناتج النهائي سالب ثمانية وعشرين سين تكعيب فصاد في كاف تربيع هون عندي حد في حد فأنا ما بروح بوزع إحنا كنا نوزع فقط إذا كانت عندي حد في مقدار يعني يا مس حد مثلا ألف هذا الحد كانت عندي ألف زائد با ناقص جيم زائد دال هذو الكلياتهم هاد حد وهاد حد وهاد حد وهاد حد مع بعض اسمه مقدار فالألف رح أوزحها عليهم كلهم أما إذا كانت عندي ألف ألف في با هون يا مس بتكون اسمها حد ضرب حد لكن هون اسمها حد ضرب مقدار هون رح نستخدم التوزيع هون يا مس ما رح نستخدم التوزيع هون يا مس عادة بضرب المعامل في المعامل ومتغير في المتغير وهيك يا مس بنكون تعلمنا كيف نضرب حد جبري في مقدار جبري باستخدام التوزيع ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر